الوقت البيانين بيان مجموعة محمود حسين وبيان إبراهيم مونير القائم بأعمال المرشد الاتنين بيقولوا بالرجوع لمجلس الشورى فيه اتنين مجلس شورى ولا ده الشورى العام وده الشورى والانتخابات حصلت فين ولا ايه تمام الشورى العام ده اللي هو من 2010 ومفروض مدتها 4 سنين وده 90 بالانتخاب وفيه بالتعيمة يوصلوا 120 عضو المفروض مدتها 4 سنين بتنتهى 2014 الـ28 عضو دول اللي موجودين منهم بره 28 أو 26 يعني 28 أو 26 والبقى إما في السجون الأم هربان في الداخل اللي إما مات لأن حاجة من قادي وكنك نكررون مواصفهم سن كبير في السن فالفضلين 26 و28 مش موجودين في تركيا ولذلك بيقولك ده مش النصاب ده كلمة الشورى العام وده غير إنه هو ده بيقول إيه وده بيقول إيه معلش لشن الناس برضو ما تتوهش مننا جماعة محمود حسين اللي قامت بيه الانقلاب على المرشد أو على القائم بعمال المرشد دول قالوا بالرجوع إلى مجلس الشورى ده بيقصدهم الشورى العام ولا الشورى بس لا هو بيكلموا عن الشورى العام واللي هو ربما يكون طبعا محمود حسين منهم وفي عشرة منهم تابعين لمحمود حسين منهم الستة دول وأربعة تانيين طلعت فاهمي دول كانوا في الشورى العام يعني جمع عشرة من الستة وعشرين ده المجلس اللي انتهت مدته؟ انتهت مدته من 2014 من 2014 وكل موجودين بره بين 26 و28 ومش كله في تركيا طيب والتاني ابراهيم مونير اللي قالك برضو بالرجوع لمجلس الشورى لا هو بيكلموا أصدر قرار من الليحة بتاعت الإخوان بتعطي صلاحيات كاملة للمرشد وفيهاش حاجة اسمها عزل المرشد خالص وحتى هو عزل أعضاء ما قدرش يعني حضرك قلتي انه هو فصل أعضاء ما فصلهمش هو أوقفهم وأحالهم من التحقيق يعني حتى فكرة الفصل هو ألف فصلوا أنفسهم بخروجهم عن طرق الجماعة يعني ده كده لأنه هو الفصل مجازي وبيدعوهم برضو لعودة مرة أخرى وخضوع التحقيق وهم مش خاضرين للتحقيق والموضوع كلهم ملف المالي زي ما حسن البنة قال قبل كده ليسوا إخوانا ولا يسوا مسلمين عيساعة قتل النقراش ففكرة الشرع العام مالوش محل من العرب ومالوش مفوش نصاب إنما هم بينتخبوا حاليا وده خارج نتقل لها حاجة حالة استثنائية لأن كان زمان الدول المواصلين في الخارج بيعملوا حاجة زي رابطة كده وبس بيسكنوا الناس وفعلوا الاشتراك المالي ومشابه ذلك إنما اضطروا لأنه هو معظم الوزراء السابقين وعضاء البرمان السابقين ومحافظين السابقين ورجال الإعلام كلهم في تركيا وقطر إنما الطبقة الوسطى على فكرة اللي هي أكتر موجودة في السعودية